المشكلة المخلية في عدم وفرة في المعروض وإيه النواقص يعني بشكل كبير عندنا نقص في البتجازات والتلاجات إيه أكتر الشيء اللي عندنا فيه نواقص بشكل كبير هو فيه نقص كبير في أصناف الأجهزة الكهربائية عموماً بس أكتر جهاز فيه نقص هو الجهاز التلاجة التلاجة آه اللي هي بيتم تقفلها أو تصنيعها عندنا داخل مصر بالضبط آه والمشكلة جاية منين يا فندم المشكلة الأساسية هي مشكلة الدور في السوق الموازي والمشكلة شركات الأجهزة الكهربائية بتسعر المنتجات بتاعتها على سعر دولار السوق الموازي على سعر السوق الموازي بالضبط لو بيتحرك كل يوم تقريباً أو على مدار الساعة يعني في بعض الشركات زودت الأسعار بتاعتها حوالي أربع مرات أو خمس مرات الشهر ده من ثلاث لأربع مرات دلوقتي احنا عارفين أن أغلب الأجهزة الكهربائية بيتم تصنيعها عندنا داخل مصر لكن المشكلة هي في مدخلات التصنيع أنه بشكل كبير بنستورد أكتر من 80% من هذه المدخلات فبالتالي ده اللي عندنا اللي بيحرك موضوع العملة الأجنبية نحن عندنا جزء كبير مستورد ده برضو في حد ذاته يخلينا نسأل لماذا كل هذه الأجزاء بيتم استراضها مفيش عندنا أي مصانع بشكل كبير بتدخل في تصنيع هذه الأجزاء داخل الأجهزة على حد علمي هو شركات الأجهزة الكهربائية والمصانع أغلب المنتجات حاليا أو أغلب مسلزمات الإنتاج بقت بتصنع في مصر إلى حد ما سمعنا مؤخرا أن في مصانع مواتير للتلاجة والغسالة لها مصانع في مصر طيب نرجع مرة تانية للتلاجة لأن الكلام يعني كثر عليها إيه مواصفات التلاجة الغير متوفرة وإيه المتوفر في السوق يعني عايزين نفهم برضو المشكلة فين يعني كل التلاجات مش موجودة بالفعل في السوق ولا في مواصفات معينة بيدور عليها المواطن هي دي اللي مش لقيها التلاجات يعني لو سألت على أي نوع تلاجة في الغالب ممكن تلاقيه موجود بس التسعير هو اللي بيفرق نقص التلاجة في السوق بيفرق جدا في تسعيرها لأ نوضح أكتر بمعنى إيه؟ يعني بمعنى إيه لو التلاجة فيها نقص ملموس يقدر التاجر يوفرها لك بس التسعير بتاعها بيكون موالغ فيه شوية يعني هي متوفرة أو مش متوفرة؟ في عدد عدد مية معينة كمية معينة اللي موجودة حاليا في السوق الطلب عليها زيادة أكتر من العرض لكن هو بيكون عرضها يا فندم في المتاجر وموجودة والمواطن يروح يتفرج عليها ويشتريها ولا لازم يروح يواصي عليها بالفعل التلاجة بتبقى بعض المتاجر بل وأغلب المتاجر والعبارات الكبيرة التلاجة بتكون معروضة عندهم في الهايبر بس تيجي مثلا تسأل البائع مثلا أو السيلزل حضرتك أنا محتاجة التلاجة دي يقولك لا والله يا فندم هي مش موجود منها مغزون موسيقى موسيقى